أطلقت الصين رسميا أول نظام تشغيل مفتوح المصدر أوبين كالين 1.0 ويشير هذا بحسب المراقبين إلى قدرتها على اختيار مكونات نظام التشغيل وبناء أنظمة التشغيل بشكل مستقل وسد الفجوة التي كانت تعاني منها في هذا المجال وقد تم تطبيق نظام التشغيل من سلسلة كالين في العديد من الصناعات مثل التمويل والجمارك والطاقة كما ضمن النظام تنفيذ السلس لمشاريع الفضاء الكبرى مثل برنامج استكشاف القمر الصيني ومهمة تيانوين لاستكشاف المريخ